العلامات الحتمية من العلامات الحتمية للظهور السفياني مثلا خروج السفياني مع الخروج المقدس للمعصوم عليه السلام الحج بن الحسن يكون مترافق يعني اثنيناتهم يظهرون في زمان واحد لاحظت؟ هذا السفياني من الأمور الحتمية من العلامات الحتمية للظهور المقدس لاحظت المسألة؟ الصيحة مثلا الروايات التي ذكرتنا أنه من علامات الظهور الصيحة أسأحنا بغض النظر على أنه شنو تفسير هذه المسائل الصيحة السفياني غيرها بعضهم يفسر من أنه شخصيات يعني شخصية السفياني هذا شخصية معتبرة مثلا معروفة فلان ابن فلان كما سماه أمير المؤمنين عليه السلام عثمان بن عمبسح تمام؟ بعضهم يقولون لا هذا شخصية معنوية مو شرط أن يكون شخص فلان ابن فلان والآن سيدنا على طار الشخصية المعنوية قالوا البعض طبعا قالوا على أنه داعش هو السفياني بحيئته المعنوية هذه كلها مو شرط تمام لنا أنا أمير إلى أنه أمير المؤمنين عليه السلام حينما سماه وقال عثمان بن عمبسة يعني بهذا الصيغة هذه بهذا الاسم فلان ابن فلان شنو اللي يريد يقول يريد يقول مو هو هذا شنو فائدة إذن ذكر اسمه ماكو فائدة لذكر اسمه بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يريد أن يخبر عن المهدي آخر الزمان إيش قال؟ قال يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي تمام لهم تمام؟ تمام؟ إذن اسمه اسمي يعني شنو؟ محمد أو أحمد هذا اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن هو بنفسه شنو؟ اسم للحجة عجل الله تعالى فرجه الشريط من تمام؟